السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأحد 23 تموز يوليو طبعا اليوم بدكوا تركزوا بشكل جيد معي لأنه اليوم في عنا انتقال للشمس عنا تراجع الزهرة عنا زوايا حادة جدا فبدها شوي التركيز طبعا القمر الآن موجود في برج العذراء بدو ينتقل في ساعات الصباح لبرج الميزان هاي الفترة احنا منسميها فترة شوي فيها بعض الأحداث المتقلبة وهي بدأت من يوم أمس وبتتكرر اليوم نفس الشيء القمر موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5 و54 دقيقة من صباح اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي طبعا القمر بما أنه موجود في برج العذراء معناته منعود لطبيعتنا الجادة بننتبه أكثر لصحتنا لغاية ساعات الصباح بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط تمام نترك واردي أو شاردي دون تفاحصها بنجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام نشعر أن الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة بالضل لغاية ساعات الصباح إلى التخلص من عادي سيئة كالتدخين وشرب الكحولة أو المهدئات أو أي أمور من هاي النوع موسع نقتنع حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها اللي هي زاوية التقابل السلبية اللي بين الشمس وبين بلوتو هاي الزاوية تاثراتها بدأت من يوم 13-7 ومستمرة ليوم 30-7 ذروتها كانت يوم أمس ولكن مستمرة بتاثراتها زي ما حكينا لـ 30-7 بتثور أعمال العنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن بتعزز التسلط عند البعض بحاول فرض سيطرتهم على الآخرين اتضع عقبات في طريق نجاحنا بتسبب لنا عدوات خفية بتزيد من حدة شهوانيتنا وبرضو ممكن نتعرض لضرر صحي أو بتسبب لنا أمراض خطيرة بتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار وهناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق أو الظواهر الطبيعية كالزلازل أو البركين أو التعريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين المشتري وهي الزاوية طبعا تأثيراتها مستمرة من 21 سبعة ليوم 13 ثمانية ذروتها يوم واحد ثمانية ساعة ثمانية وأربع واربعين دقيقة مساء تخلق جو من التسامح ممكن نتسامح مع الأشخاص اللي أخطئوا أو يخطئوا بحقنا من مد يد العون لإلهم ممكن تدفعنا للتراجع عن الخطأ تجلبنا سعادة عاطفية كبيرة تدخل الانفعال على علاقاتنا الجنسية برضو أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين المريخ وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 13 سبعة ليوم 28 سبعة طبعا ذروتها كانت يوم 27 وإنها بتزداد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما بتزداد العصبية فعلينا أنه نتمالك أعصابنا ضبط أنفسنا عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لإمتعاض داخلي وبينعكس على علاقاتنا مع الغير بيدفعنا للإفراط اللي ممكن يسبب لنا حوادث أو عمليات جراحية وبيزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا وممكن يعرضنا لهجوم أو لهجومات من الخصوم فالتاكي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون هاي زاوية تاثراتها من يوم 13-7 إلى يوم 28-7 برضو ذرويتها كانت يوم 20-7 بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدث تمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام وبتعزز المواهب الفنية والميل للأحلام وقوة الحدث وبتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلقنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية منفصلة ما بين نبتون وما بين بلوتو وهي تاثراتها من يوم 28-6 إلى يوم 12 هاي الزاوية بتسبب عودة وضعية قديمة بتظهر على الساحة بتدعم وضعنا أكثر من أكثر فأكثر طبعا الوضعية هاي ممكن تكون على شكل عمل أو عرض أو شخص أو موضوع أما بالنسبة للزاوية والحركات اللي رح تصير اليوم اللي ذروتها اليوم أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي طبعا بتأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى صباح يوم الأحد بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا بشكل إيجابي البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية ذروتها ساعة 12 وتسعة وخمسين دقيقة بعد منتصف ليل السبت على الأحد بتستمر تأثيراتها طبعا من ظهر أو من موعد بث الحلقة وها حتى عصر يوم الأحد بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وعصبيين أيضا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين الحدث اللي رح يصير بعد هيك هو انتقال تراجع الزهرة اللي رح تتراجع في برج الأسد طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة ريت الجميع يسمعها ويتركز فيها بشكل جيد عشان تتجاوزوا المخاطر مثلا طبعا هي بداية التراجع رح تكون ساعة وحدة وثلاثة وثلاثين دقيقة فجرا من فجر اليوم الأحد ثلاثة وعشرين سبعة ورح يستمر حتى فجر يوم الأثنين أربعة تسعة ساعة وحدة وعشرين دقيقة فجرا طبعا التراجع بيبدأ بتأثيراته زي ما ذكرنا في حقل قت انتقال الزهرة للأسد انه تبدأ تأثيرات التراجع قبل بحوالي أسبوعين ولكن ذروة الأذية للتراجع بتبلش قبل بخمس أيام وبيستمر التراجع حوالي أربعين يوم وبيستمر التأثير السلبي بعد التراجع خمس أيام أما بالنسبة للانتقال الآخر وهو انتقال الشمس لبرج الأسد اللي رح ينتقل الساعة وحدة وخمسين دقيقة من فجر اليوم الأحد ثلاثة وعشرين سبعة رح ينتقل من برج السرطان لبرج الأسد الناري ورح يضل في برج الأسد لغاية الساعة تسعة ودقيقة من صباح يوم الأربعة ثلاثة وعشرين ثمانية طبعا ياريت تسمعوا الحلقتين لأنه فيهم مواضيع مهمة جدا وشرح دقيق وبتستفيدوا وبتعرفوا الشهر هذا كامل بعي اتجاه رائع بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية ساعة وخمسين دقيقة فجرا من فجر اليوم الأحد ذروتها ولكن تأثيراتها بتبدأ من موعد بث الحلقة وحتى عصر يوم الأحد بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة ابتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة أربع وخمس دقائق صباحا من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية الساعة خمسة وأربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعديها ويستقر في برج الميزان هذا بيعني أن هذه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة خمسة وأربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج خلاص بكون القمر انتقل واستقر في برج الميزان عشان هيك بتصير من ساعات الصباح هاي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعي أكثر ومنميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في فترة يعني في هاي الفترة بننجح في عملنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفل ما أو إعادة تزيين للبيت أو المكتب أو اقتناع حلية جميلة طبعا هاي الأمور اللي أنا ذكرتها أخر شيء اللي إلها علاقة بالتجميل والديكور بتكونوا حذرين بسبب بداية تأثيرات تراجع الزهراء السلبي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تتشكل ذروتها الساعة ستة وخمستاشر دقيقة صباحا من صباح اليوم الأحد طبعا تأثيراتها برضو من موعد بث الحلقة وحتى مساء يوم الأحد منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء من التجهل تغليب العقل نصبح أكثر قدرة للسيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة تربيع سلبية بين عطارد وبين أورانوس وهاي بدأ تأثيرها يوم عشرين سبعة ومستمرة بتأثيراتها ليوم سبعة وعشرين سبعة طبعا دور الوتها اليوم الساعة التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز وهذا الشيء بيصعب علينا إيجاد حل بعض المسائل كما أنه بتجعلنا عصبيين المزاج ومنرتكب الأخطاء وممكن نتهور هذا وقت غير صالح للشراكات ولا تعتمدوا على الحدث في هذه الفترة بتخلقنا أفكار ثورية مخالفة للرأي العام تجعلنا عصبيين ومنرتكب الأخطاء ومتهورين بتدل على جدل أيضا سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين وممكن تشهد هذه الفترة احتجاجات أو مظاهرات للحركات النقابية احتمال وقوع تفجيرات أو زلازل كما أنها بتشهد هذه الفترة قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة أو الكتاب للمتابعة القضائية أو الاعتقالات بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح هاي الأعضاء اللي بتكونوا تهتموا فيها البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة والجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية طبعا بالنسبة لهذا اليوم ما في أي مشاكل لا إجراء العمليات الجراحية ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها وفي أوقاتها أيضا هذا اليوم غير مناسب طبعا الآن بدأنا في مرحلة التراجع فمش مناسب لعمليات التجميل لاحقا ولا جراحة ولا يصلح لإزالة الشعر بالليزر أما بالطرق التقليدية ما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ يصلح للقص العلاجي القص العلاجي المقصود فيه الأشخاص اللي بيكون عندهم تلف في الشعر أو ضعف في الشعر أو تقصف وبدهم يسارع من عملية الإنبات فهاي فترة مناسب لهاي الأمور هاي معناها قص الشعر العلاجي أما بالنسبة لخلو المسار القادم بما أن القمر راح يكون موجود في برج الميزان خلو المسار القادم بيبدأ في تمام الساعة 3 و 4 دقائق من عصر يوم الثلاثة 25 سبعة وبيستمر حتى تمام ساعة 5 و 5 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المربع عمره 6 أيام في تمام الساعة 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بصير عمره 7 أيام نسبة الإضاءة 31% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان وبدأ تنتقل لبرج الأسد ورح تظل في برج الأسد حتى يوم 23 ثمانية سعيد الآن بنسبة 60% في ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة 45% القمر في العذراء وبدأ ينتقل للميزان ورح يظل في الميزان ليوم 25 سبعة سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% في ساعات المساء برجع سعيد بنسبة 15% عطارت في الأسد حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الأسد بيتراجع حتى يوم 4-9 منتحس بنسبة 50% الآن ساعات منتصف الليلها اللي هي السبت على الأحد بصير منتحس بنسبة 100% المريخ في العذراء حتى يوم 27-8 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثاور حتى يوم 4-9 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% ياريت اللي وصل معنا لهون وما حط الكبسات اللي تحت ما كبس عليهم أو ضغط عليهم اللي هو اللايك والديسلايك والاشتراك وكتب له كومنت واللي بده يسب يسب والديسلايك اللي بده يحطه يحطه واللي بده يحضرني يحضرني واللي بده يتابعني يتابعني وأهلا وسهلا فيكم جميعا شرفتونا يا مرحبا يا مرحبا صب القهوة يا عقاب بارك الله فيكم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من عمالكم لأن القمر لغاية ساعات الصباح لسه موجود في البيت السادس فعشان هيك بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة للتوصل لا اتفاق ابحثوا عن حليف أو عن دعم أو اتجنبوا الإساءة للأصدقاء والشركاء وحاذروا من التراجع الصحي أما في ساعات الصباح القمر بصير مقابلكم تماما صحيح أنكم بترغبوا في تعزيز شركاتكم العاطفية مع الأحبة شركاء العمل ولكن ممكن تتعقد بعض الأمور وتضطرأ بعض البلبلة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذروا من القطيعة والدعاوة القانونية لأن خصمكم قوي والعرقي لبتستفزك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتظل الرغب قوي في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بحيطك الفلك بالحيوية والحماس لمتابعة المساعي وللتواصل مع محيطك بيكون هذا اليوم يعني جيد شيئا ما لغاية ساعات الصباح بيدعمك بشكل ماشي حاله ولكن يعني بدك تستغله بكل طاقتك قبل قلو المسار بتعتبر فترة أو فرحضا بتشعر بالطمأنينة والراحة أما من ساعات الصباح وانا بيبدأ العمل بتراكم لديكم فعشان هيك بدكوا تنتبهوا لصحتكم خلال هذا اليوم خلال النهار بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي حاذروا من المشاكل الصحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تشعروا ببعض الحزن والتعب وبتبحثوا عن ملاذ آمن أهم شيء أن ما تنتقد أقرب الناس لا إلك تلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة أما في ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء ورجع العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغبه وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة وتعتبر فترة إيجابية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن وحاولوا أنكم ما تدخلوا في نقاش حد مع أخ أو جار بيسجل لك هذا اليوم لقاء مهم أو اتصالات مفيدة تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة وممكن تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة طبعا لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة تجنب توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق حاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر والاستثمار برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا خففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع بتناقشوا موضوع مالي أهمش أنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ولا تبذروا أموالكم وكونوا عاقلين ومتيقظين قبل التوقيع على العقد حددوا أهدافكم بشكل جيد أما من ساعات الصباح تنشطوا في السفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشاطات على حسب حقل اختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أو مواقفك وحاول أنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا ثيقتكم بأنفسكم كبيرة وقدرتكم على السيطرة على زمام الأمور عالية جدا وبتكون اليوم مميز أو لغاية ساعات الصباح مميز بأداءك فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة وممكن تطرح أفكار جديدة وتجتهد على إنجاح مشروع جديد عندك حماس ووضوح في الأفكار أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهمش أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ولا تبالغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة راح تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية ومنكم راح يحصل على مبالغ من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيتطلب منكم هذا اليوم الانتباه بشكل جيد لصحتكم بيسيطر التعب الشديد عليكم لغاية ساعات الصباح بتفكروا في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء احميوا نفسكم من المحتالين بتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية وتعتبر فترة محبطة جدا ومخيبة للآمل بيطرأ تغيير للأفضل على صحتكم وعلى نفسيتكم كلما اقتربنا لساعات الصباح أما من ساعات الصباح بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة النجاح وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من طلق ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة لطبعا لغاية ساعات الصباح لا أهمش إنه ما تبقوا واحدين بل ساروا للمشاركة بأي مناسبة وإلعبوا دور بناء في محيطكم ومجتمعكم بتتمتعوا بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بجوز تجنب اتخاذ القرارات إذا كنت دارسين إذا ما كنت دارسة لا تتخذ قرار أما من ساعات الصباح انتبهوا أكثر لصحتكم لا تبقوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد أي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب أمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لغاية ساعات الصباح للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش أنه ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم وتجنب والتصرف الارتجالي ركزوا بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظموا آمالكم عشان تقدروا تنجزهوها بالكامل أما من ساعات الصباح ابتلتقوا الأصدقاء بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهمش أنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات خلال نهر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وكونوا أكثر وعيا على طرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن وبظل الجو جيد لغاية ساعات الصباح بامتحانات أو مقابلات اندفاعك وحماسك رح يتركك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك وبتطمع خواطرك وبتختفي هواجزك وتعتبر فترة إيجابية جدا لازم تستغلها أما من ساعات الصباح وأنا بتنجح في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر هذا اليوم ممتاز لتقديم الطلبات أو للبحث عن عمل جديد ابتخضع لعدة تجارب مهمة فأهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع ممكن يكون في بعض القلق أو التوتر خلال هذا اليوم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو تفحصوا الحسابات المالية المشتركة وخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية من الآن ولغاية ساعات الصباح بدك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف لا تهمل ملف ولا قضية أما من ساعات الصباح بتنشغله في مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش موضوع بقوة وذكاء وتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك أهم إشي أنه ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة أو سفر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء بالعمل أو العاطفة بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم من الآن ولغاية ساعات الصباح نسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل في هذه الفترة لأنه الضغط كبير والأوضاع ممكن تصعب شوي لأنه ما زال القمر مقابلك تماما أما من ساعات الصباح بصير القمر في البيت الثامن فأنا بتنهمك في أعادة تنظيم أموركم المالية أهمش أن ما تهمل صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أن ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار هيك احنا وصلنا لنهاية الحلقة وإعقاب صب القهوة بس أنتوا ما ضغطوا لايك صح وما كتبتوا تعليق يعني هيك بتشربوا القهوة وخلاص الله يسامحك طبعا اللي بدي أقول لي مين إعقاب معناته أنت محضرتش أول الحلقة فرا عليك موضوع إعقاب ما رح أقول لك شو ما رح أغششك بس حط لايك يلا عقاب أهلا لك ضع لايك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر